الحلال العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وطبعا وكالعادة ما فيش عيد من غير عيدية عشان كده لازم طويل العمر يزهزع عمره وينصره على مين يعاديه عبد الفتاح حسين خليل السيسي حبي يعيد على حضرتك كمصري ومالوح عيد وأول عدية يا مسعد يا صاحب العدية لو انت مسعد أول عدية لكل المصريين عدية مش حاتة هي عدية الأطرات وزير النقل بيقول العدية الأولى هي وزير النقل زيادة تعريفة قطارات السكة الحديد بدءا من الغد صلاة النبي يعني الراجل جاي في السيزن في الهاي سيزن بتاع القطر ويزود القطر وزير النقل بيقول ان زيادة تسكرة الأطر بتاع القاهرة من أسكندرية القاهرة مية خمسة وعشرين جنيه حدا هيقول لي ومالو هي كانت كام هقول لي حضرتك التسكرة دي كانت أيام الرئيس اللي نحسبه شهيد بإذن الله غصبا عن بوز أي حد كانت التسكرة دي تخيل بكام كانت بستة وتلاتين جنيه تسكرة درجة أولى من اسكندرية القاهرة كانت بستة وتلاتين جنيه تخيل ستة وتلاتين جنيه اهو حداشر أغسطس اتناشر تسكرة قطار تسكرة موسيسي محبش ينسى برضو حبيب ونور عنيه الشعب العادي فقال لك اوكي ما هو كله قطر واحد معقولة هنزود الناس اللي فوق والناس اللي تحت مزدش فالخبر هو ننشر مواعيد تمانية وتلاتين قطارا جديدا وأسعار التزاكر بعد رفعها القاهرة اربعة وشرين جدول تشغيل تمانية وتلاتين قطار الخميس بعد محافظة جمهورية بعد رفع تعريفة الركوب خمسة وعشرين في المية لقطارات الدرجة الأولى المكيفة وثلاتين في المية لقطارات الدرجة التانية المكيفة بكل أنواعها وذلك بعد الانتهاء من إعداد جداول التشغيل الخاصة بالعربات الروسية الجديدة ابسط يا عم ابسط يا عم او السيسي بيعيد على المصريين بتلاتين في المية درجة تانية مكيفة افترى ده لا ده عادية ده مش افترى واحدة يقول لي طيب والسيسي ماله يعني السيسي اعلقته برفع تسكرة الأطراض دي حاجة ترجع للحكومة والوزير النقل اقول لك لا اصبر علي افتكر فيديو مبارح بتاع كامل فيه الوزير وهو بيقول للسيسي نخليها هدية للعيد فاكر رد السيسي كان ايه اسمع كده رهن اشارة سيادتك على طول لا لا رهن اشارت الناس كامل مش اشارت انا واحنا جاهزين افادي خلاص عشان برضو من لكن احنا هنجي نفتتح لكن خلينا نخلي الناس السفيد في الكلام ده قبل العيد ما انهزنك يعني هشكروا سيادتك افادي لا 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 اشكرهم انهم متاظرين الهديا دي بصلاح لا ده مش هدايا ولا حاجة كله بالحساب يا حبيبي كله بالحساب عشان شفتوا الهدايا عمل ديه في مصر لا لا يا راجل جد ما الواضح ديه على العيد لا 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 كل حاجة بالحساب مظبوط وإلا القطاع دي رجع تاني زي ما كان عبارة عن خردة وقطاع غير اقتصادي ويبقى خسارة على البلد والناس ما تستفدش منه لا ما فيش كلام من ده حاجة الشغل مظبوط والتكلفة الناس تبقى عارفة كله بالحساب كله بالحساب ما عنديش هدايا تبدعيد مش مشكلتي تبدى الناس بتركب فوق بعضها في الأطراط مش قضيتي المهم كل سنة وإنتوا طيبين وبخير وبعافية لكن معلش يا عبدو ما فيش هدية للعمال الغلابة يعني نور عينيك برضو يعني أي حاجة للعمال عيب عليك عيب عليك تشك في الزعيم وتنسى أنه ما بينساش العمال خذ عندك الخبر ده الخبر مدير الوطنية للتطوير لن يتم قبول أصحاب الأوزان الزيادة بالروبيكي تخيل تحدث الأخ سعيد حماد المدير التنفيذي للشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية عن شروط اختيار العمال بمدينة الروبيكي الصناعية للغزل والنسيج وقال حماد وياريته مقال اللي بيقدمه أحمد جموسة عبر فضائية صادة البلد أنه تم اختيار العمال بناء على الكفاءة والخبرة في مجال صناعة الغزل مشيا إلى عدم قبول المدخنين معقبا دعوه بسجارة يولى عدليا كلها صلاة النبي أحسن غير المدخنين في مين تاني ما يروح نشتغلش وأنه لم يتم قبول أصحاب الأوزان الزائدة مؤكدا أن السبب في ذلك طبعا كلمة السيسي اللي قالها أنا بس عايز أنبه على أني تلت تربع العمال في مصر بيدخنوا فكده تلت تربع العمال ملهمش شغلانة أو يبطل تدخين لكن ممكن يبطل تدخين لأنه كمان السجار غلت إنما الأوزان الزيادة يعملوا فيها إيه ولاحظ إن عمال الغازل والنازج أكترهم من الستات على فكرة ومشكلة الأوزان الزيادة دي عند الستات وبالتالي تلت تربع الستات مش تشتغل السيسي كان طالب بدن بارح طالب بخفض وزن العمال وقال مش بس كده ده قال أوزنهم كل شهر يعني اللي عدى في القبول في الأول لو راح راح شوية هتتخرب بيته يعني اللي تنتص أو اللي ينتص في نفوخك مفروض قبل ما تاخد قرار غبي مجنون زي ده ما يطلعش إلا من أمثالك أنت وزعيم كوريا الشمالية بإنك توزن العمال كل شهر على فكرة هيكون للرجالة وستتزم قلت كده نصيب من القصة طيب المفروض يا سيسي تحل مشاكلهم الأول قبل ما تدور على وزنهم ولبسهم وتدخين ولاقة دور على مشاكلهم خد قادي عمال شرق الدلتا للنقل قادي عمال شرق الدلتا عندهم مشاكل يا عبد الفتاح عاملون بشركة شرق الدلتا للنقل بالمنصورة يحتاجون على عدم صرف رواتبهم يعني أنت عايزهم تتوزنوا والحقيقة يعني حدا يقول لي احنا ماننا مشاكل الدلتا ومدر عمال يا راجل طب إيه رأيك بقى أن حتى عمال فندق الميريديان ربعمية منهم ميريديان هلوبلس ربعمية منهم يعلنون اعتصامهم داخل الفندق أهو الفندق مبدوك للشركة المساهمة مصرية وتم بيع الشركة جديدة تريد استلامه بدون موظفين ده في موقع ضرب نسمع كده عبد الفتاح بيقولي بيش دلع العمل اللي مش كده شكرا أهمة ليه أنا بقولها عشان الناس كلها تسمعني ما فيش هزار ده يتوزن كل شهر احنا بنشتغل الرياضة كل يوم عشان ما بقاش وقف تعبان حقه ياخده وحق العمل مش منقوس عشان الدنيا دي اللي احنا بنشوفها تنجح طب ما نوزانك انت عبد الفتاح ونزيف شوف انت زيت تقدي ايه من ساعة ما شوفنا اللي لقيتك لحد الوقت طب هل تردع بالفتاح وبمنتهى الادب والاحترام ان حد يقول لمراتك ويا داخل تشتغل نوزينك الاول ده هتبقى كارسة نحنش هشتغل الراجل قال لك كل يوم الويزني كل يوم يعني الموظف وهو بيبصم كده عشان يخش هيحط رجله على الميزان زاد ربع كيلو هيروح من الاخر عادية السيسي دي هتخلي المواطن الغلبان يتنتن يتنتن يعني يتنتحر يتنحرف لكن المفاجأة الكبيرة بقى ان السيسي نفسه حتى لو انحرفت برضو هيقرفك لانه هياخد عليك درائب من الانحراف هقول لك بس تصدق بالله انا شفت الخبر النهاردة ما مصدقوا السيسي قرر ياخد درائب على المخدرات والمصحف ما بتخيل الادارة المركزية بتقول اهيه القاهرة 24 نحصل او نحصل درائب من تجار المخدرات والانشطة جير مشروعة يا جماعة حتى الهوب هوب حتى الترلملم هتاخدوا عليه درائب يعني انتو بتعترفوا انه قانون الناس تاجر في المخدرات يعني ربما نسمع عن تاجر مخدرات فيما بعد رفع قضية على الدرائب لانها خيرت منه درائب زيادة مش بس المخدرات خد الجاية بقى ده الضعارة والسلاح ايوة انت مش متصدق اهو ادي بدا مصر ارباح المخدرات والجنس والسلاح خضع للدريبة ما شاء الله ده بمناسبة العيد ايش خيال يا ناس في مصر درائب بتتاخد على المخدرات درائب بتتاخد على تجارة السلاح ودرائب بتتاخد على الجنس ابسطوا يا بتوع شبكات الضعارة بقيتوا عادي جدا زيكم زينا بندفع درائب وانتوا بتدفعوا درائب وهو كله عرق اظن كفاية لحد كده عدياتي عبدو ما تبسطهاش اكتر من كده ابوس اليك لكن للأسف السيسي مش بس بيعيد على المصريين بالغم والغلى والمفاجآت والزيادات لا ده كمان عايز يطلع اضحية العيد ما هو ده عيد كبير بس يا ترى السيسي ضحى بمين في العيد ده نشوف كده المواطن ده من مدينة السلام الشمال القاهرة الشمال الشرق القاهرة بيقول بيكلم عن هدم بيته قالقي بقى اسمع قلت ربقى رايز عالستة اللي كانوا عايزين هنا ستة بعيالهم ماشيك كانوا عاديين في البيت ده خلاص ستراموا في الشارع وبيتهم اتهد حد قال بقى راح نشوفهم قاعدوا فين عايزة لهم راح فين حياتهم عملت ايه حد قال لك ان كانوا يولعوا في نفسيهم عشان ما عندهمش مكان يوحوا فيه اهو بيت اهو قربوا على بيتي كده وكان عندي ستة عايشين فيه مفيش حد سأل فيه اترامت بحك في الشارع انا واخواتي اللي عنده ستة عيال واللي عنده سبع عيال واللي عنده اربعة وانا عندي ثلاثة ادي اللي انا خدتوا من التولى خدت ان انا اترامي في الشارع في العيد اعايد انا وعيالي اتضحى بينا بدل ما اتجيبوا خروف لايكون انا انا وعيالي اترامينا في الشارع زال مش باس الستة أسر دول ده فيه ثلاثة مليون عقار هيتضحى بيهم ده احنا ده للعناهم يعني لما تسمع ستة عبد بتقولك انا مريضة اروح فين واسيب شائتي زي الستة دي كده سمعها عايزين يدفعونا تامن الشاقة 190 الف جنيه في الصحراء هو الشعب يلاقي ياكل دي كانت صرخة مواطن تاني من اللي ضحى بيهم السلسي زي اللي قل كده حضرتك يا عنا هضة لما تقولي ان ايجار الوحدة 489 جنيه مني اللي معها 489 جنيه وحضرتك هترميه بستة اكتوبر في الصحراء يتعى 489 جنيه لمدة 30 سنة ادي 489 جنيه سعر الشقة هناك 190 الف رمين حضرتك وهو الناس لاقى تأكل الناس مش لاقى تأكل تمام وإيه حاجة الشارع نوع الشارع الشارع اسمه رائد السلام برضو تم التضحية ببعض الناس فيه عشان العيد برضو وقف الهارم الشارع ده الراجل ده بيصرخ من هناك ويطالب بمساكن أدمية زي كده يا رئيس احنا ما يدينا في كل حاجة ناس عايزين مساكن أدمية انا قللي بقالي 50 سنة هنا بقالي 50 سنة وعاجز وملا تحاجز يا دكتور مصطفى يا دكتور مصطفى يا رئيس مجلس الوزراء من زلين الوزراء من زلين الوزراء مش حيامش مجلس المساكن أدمية بقالي 50 سنة هنا احنا ما يدينا في كل حاجة بس ناخد حاجة أدمية مساكن هلوة يا رئيس اسمعنا يا رئيس اسمعنا يا رئيس انا رئي عندي في 73 سنة اروح فين اروح فين يا مبارتي عايزة انا عايز اروح فين السيسي ضحى بالراجل ده وبحوالي أصحاب 3 مليون عقار لكن الصورة دي وقفنا الصورة دي أبلغ صورة المصر دي مصر بالزبط لما تبص للصورة فوق تلاقي السيسي لابس بادلة وجارفتة بس تحت شرطة وشب شب دي مصر بالزبط دي مصر بالزبط من فوق هلا هلا من تحت اعلام الله دي مصر بالزبط بيانات وتصريحات حوالين تنمية وارتفاع معدل وحاجات جمدة جدا من فوق بس قاع الشعب من تحت حافي بشب شب فول سكرين كده يا نبيا يا استاذنا يا مخرج بص تفرج على الصورة بص مسرح وجايب على طرف وعمل جو يعني بس تحت شرط وشب شب هي دي مصر فعلا هي دي مصر فعلا ده اللي فوق ده مؤتمرات عفتاح السيسي اللي تحت ده الشعب المصري واللي بيعانيه لو مش عجبك بقى التضحية دي في تضحية تانية في تضحية أشد إيلام التضحية بالدم مبارح أعدم السيسي سبع مواطنين قابض عليهم من 2013 بتهمت قتل معاون مباحث في الإسماعيلية أعدمهم السيسي مبارح سكيتي سبع شباب أهو الإعدام بحق سبع مواطنين بقضية قتل ضابط شرطة بإسماعيلية نفذ الحكم الإعدام يوم الثلاثة ثمانية وعشرين في سبعة مواطنين قدنتهم محكمة جينات الإسماعيلية بقتل معاون مباحث قطمة ثالث في 2013 ونفذ الحكم بعد تأييد محكمة النقد لحكم الإعدام في 2018 ومركز الشباب يجدد يعني الراجل أسر دخلة على العيد بيوت دخلة على العيد ينكد عليها عبد الفتاح بإعدام سبعة لو شفت صور السبعة سوري اتفرج على صور السبعة مع بعض سبع شباب أهم دول يا حضرات مجرمين دول يا حضرات قتلة ده أنتو الراجل بتاع شركة اسكندرية قتل وصرف الست المغنية وعادي جدا خد شنوات حكم وخرجوه طلعت مصطف الظابط نفسه اللي قتلها اللي راح سافر دبي قتلها السكري وخد حكم مؤبد خفف وبعدين طلع دول بيتنفذ عليهم الحكم عادي جدا زي الحلاوة وفي مقتل معاون مباحث أو غيره بينما ثبت بالأدلة وبالكاميرات أن السكري محسن السكري قتل واعترف أنه خد 2 مليون جنيه من طلعت مصطفى عشان يقتل المطربة وثبتت بالكاميرات وبالتحقيقات على أعلى مستوى محسن السكري النهاردة ببيته طلعت مصطفى اللي صرف ومول في بيته السبع شباب دول اتعدموا كده قادي جنازتهم السيسي قرر يضحي بيهم يعدمهم قبل العيد بثلاثة يام قبل العيد بثلاثة يام قرر ينكد على كل الخالق دي هو ده عبد الفتاح السيسي النازي الجزار هو ده اللي حتى ما شافش رحمة أنه ممكن الحكم يتأجل يتأجل لبعدين شوية ربما تحصل في الأمور أمور لا السبعة يتعدموا ويتعدموا كده كتامي محسن السكري يطلع كتامي براءة إفراج صحي محمد عطا كان كاتب واحد نحسن محمد عطا بيحكي عن تعذيبه اسمع كده البوس ده دينا عطا ومع ذلك كل ذلك هيا أمام الضغط بورقة الكرامة والنخوة ومع من ما جعلني أنصاع لهم هي تلك التهديدات القذرة لي بالتعدي على أمي وأختي أمام عيني بعد أن ألقوا القبض على أخي خالي وظل يعذب أمامي إن ما حدث هو جريمة ممنهجة مكتملة الأركان لتغيير مصار القضية وتم كتابة السيناريو أقصد المحضر وتم توزيع الأدوار علينا وقبلناها طائعين مرغمين وبإنتاج ضخم من النيابة التي حضرت إلى القسم وإلى نفس الغرفة التي تسمى التلاجة بحضور الجلادين وصواتهم ليجلدوا ظهورنا عند باب الغرفة ويستمر المسلسل في العرض دون رقابة أو رقابة تحزف الأدوار التي تضيح حقوق الإنسان هل كتبت النهاية رغم عنكم ورغم عن القانون فإلى كل من زاق مرارة الظلم والانكسار أنا لا أستطيع الدفاع عن نفسي لأني لا أملك المستندات وآمل أن أملك ضمائركم دي أخت دي أخت محمد عطا جابوا الراجل وجابوا أمه واخته وجلدوهم قدامه وهددوه زي زمان أفلام زائر الفجر وطقر ليه حزين أنهم يغتصبوا وحتى الكارنك أنهم يغتصبوا أمه أو أخته قدامه الأستاذ هيسم أبو خليلي الزميل المحترم كتب يقول قصة حقيرة بمناسبة إعدام سبع شباب بالإسماعيلية مع دمين بتهمت قتل شرطة زابط شرطة قصة حقيرة بمناسبة إعدام سبع شباب بيقول واحد يوليو الرائد المزم النافع رئيس مباحث مركز طهطة والنقيب عمر أحمد سعد أبو عقرب معاون مباحث مركز طهطة يعزبون سائق توكتوك محمد صالح 23 عام حتى الموت 2 فبراير 11 فبراير 2019 محكمة جنيات سهاج تحكم على المسكورين وآخر بالسجن 3 سنوات بتهمة القتل والتزوير في محرات رسمية 3 31 يناير 2020 السيسي يصدر قرار بالعفو عن 135 سجين بينهم 15 زابط وشرطي من بينهم المزم النافع وعمر ابو عقرب وصباح الفل على العدالة واصل قضية اعدامات شاول اسماعيلية جنائية من السياسية اهو دول الزباط اللي عزبوا واحد وقتلوه جوه التلاجة خلاص من 2016 اتمرمته شوية كده 2020 خرجوا الخلاصة ان عدية السيسي غلى ورفع اسعار واضحية بالناس اللي ضحى بيها من الشعب اللي بيشردوا وبيهد بيوته من غير تعويض ولا رأفة إلا إذا كنت من سكان الزمالك ولو ما كفاش التضحية بالأمان والسكن فهيكون التضحية بالدم هو العين الحمرة لكل من تسول له نفسه أن يقف قصاد الجزار وقصاد سكين الجزار وقصاد رجالة الجزار لكن أكيد هيجي علينا يوم أو هيجي علينا عيد من غيرك يا سيسي هيجي علينا اليوم ده والعيد ده لما الشعب يفوق ويلحق البلد اللي ضيعها عبد الفتاح وساعتها فرحتنا الحقيقة هتبقى فرحة عيد فعلا فرحة عيد اللي بجد نفسنا نشوفها أو نشوفك أنت متعلق على عواد المشانق أنت واللي حواليك وعلى رأيي الشاعر أحمد مطر لما كان بيتكلم على حال وطن عربي وقال قال الراوي قال الراوي للناس ثلاثة أعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وثالث عيد الميلاد يأتي الفطر وراء الصوم ويأتي الأضحى بعد الرجم ولكن الميلاد سيأتي ساعة إعدام الجلاد قيل له في أي بلاد قال الراوي من تونس حتى تطوان من صنعاء إلى عمان من مكة إلى بغداد قتل الراوي لكن الراوي يا موتى علمكم سر الميلاد ترجمة نانسي قنقر